التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يقضي حجاج بيت الله الحرام اعتبارا من اليوم في مشاعر ميناء أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصاريها إلى يومين فقط إذ يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء تواصل وداعا أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي بمشاعر ميناء وكان الرئيس السيسي قد وجه في تدوينة له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جزيل الشكر إلى خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وذلك على حفوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت غارة على حي الشيخ ردوان في مدينة غزة مع أصفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استشهد عددا من الأشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف مدعسة تأوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع وجنوبنا قصفت مدفعية الاحتلال منطقتية لسلطان الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجنديين في معارج جنوب قطاع غزة ما يرفع حصيلة قتلى إلى 13 قتيلا خلال اليومين الماضيين بذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 662 قتيلا ومن جانبي قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جارانت إن الأثمانة التي يتكبدها الجيش في صفوف القتلى والجرحة بجنوب قطاع غزة باهظة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبدل كل ما في وسعيها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير المحتجزين وتقديم الإغاثة الإنسانية والعمل من أجل التواصل إلى حل الدولتين في المستقبل ومن جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أن واشنطن تسعى لضمان وصول المساعدات بعيدا عن تأثير العمليات العسكرية وأوضح ساليفان أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مشيرا إلى أن بايدن يريد أن يرى وقفا للأعمال القتالية في غزة ورؤية المحتجزين يعودون إلى ديارهم قال مسؤولنا بالبيت الأبيض أن مستشارا كبيرا لبايدن سيتوجه إلى إسرائيل اليوم لعقد اختماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان وأضف المسؤول أن مستشار بايدن سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين البلدين حيث أدت الهجمات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط طالب البيان الختمي لقمة سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا بالتواصل إلى السلام من خلال مشاركة والحوار بين جميع الأطراف وأكد البيان الختمي أن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في الحرب غير مقبولة مطالبا بضرورة منح أوكرانيا السيطرة الكاملة أو السيادية الكاملة على محطة زيبورجيا للطاقة النووية كما شدد البيان على أن الحرب الروسية الأوكرانية تخلق مخاطر وأزمات ذات تدعيات عالمية أعلنت السلطات الأمريكية إجلاء 1200 شخص جراء حرق غابات في شمال غربي لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 12 ألف فدان فيما يكافح نحو 400 رجل إطفاء مزودين ب70 شاحنة إطفاء وجرفتين الحرائق التي لم يتم أحتواؤها سواء بنسبة 2% وفقا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا